فالناس اللي شغالين في المصانع ويتعرضوا لدوضاء عالية جدا بنعمل لهم إياه السمع عشان فيه حدود آمنة لمقياس الصوت علشان لو تخطاها بيحصل فقدان في العصب اللي بيوسط السمع من المخ إلى الأزن فبالتالي فيه حدود آمنة لده هذه الحدود الآمنة لها مقياس الصوت فيه حاجة اسمها تردد وفيه حاجة اسمها قوة أو حاجة التردد بتاعه زي مثلا بمثال بسيط جدا لما تعمل رسم القلب بيطلع لك رسم قلب أو تعمل صورة بشعة تلفزيونية للقلب يعمل لك ضخ القلب قد إيه وحجم الشغل بتاعه رانين الموناطيس كمان من الحاجات اللي بتاعه والرانين والحاجات دي فإحنا بنقول إنه السمع بقى فيه حاجة بنقسها اسمها الضغط بتاع الصوت بيطلع بالديسبل وحدة قياس السمع بالديسبل عملوا حدود آمنة وأنا بكلمك دلوقتي داعتين نتكلم حدودنا ستين ستين ديسبل لأطفالهم بيلعبوا بقى بنوصل إلى حد يقولك إيه بقى لو تلاتة وتمانين مسموحه بحدود عشرين ساعة في الأسبوع 86 ديسبل طيب عالي لستة وتمانين عشر ساعات فقط في الأسبوع طيب عالي لتمانية وتسعين ساعة واحدة فقط في الأسبوع طيب انت بتعلي الصوت العالي دا مش بسموح لك بأكتر من كده أفجأك بقى يا جمانة إنه الألعاب الفاير جيم اللي هي فيها الصوت العالي جدا ده بتوصل ل 150 ديسبل تخيل هو قاعد بيحط في ودانه 150 دي وبيندمج معها ومش بيحس بالوقت الصوت العالي جدا بيعيشه في الحالة بيدخله في الفيديو جيم فبيقصر بشكل كبير جدا على الأذن بس يا دكتور مش فيه يعني حتى إحنا ربما بنكون بنسمع أصوات عالية بشكل مبالغ فيه إحنا نفسنا بنحسنها مدائين هو مش بيحس بالعكس بقى ده وبيحسه المبسوط كل ما بيحس الصوت العالي وصوت الضرب اللي بيتعمل ده ده بيعيشه في حالة جوة اللعب نفسها بيحس انه مندمج معاهم فبيحس انه متدايق ماهو دي مشكلة بقى كويس انك قلت لكده هو لما بيحس انه متدايق هيضطر يسيبها هو مش بيحس فبيندرك فعصب السمع نفسه بيعتاد على كده فممكن العصب يضعف هو مشوخة باله يعني هو يبدأ الصوت اللي كان الصغير ده بيسمعه الهامس الصغير يسمعه بعد كده يقدر ما يسمعوش وبعد كده الأعلى شوية ما يسمعوش فالتدريج يبقى في الأول فيه طنين في الأزن وصفارة وبعدين السمع ينخفط وبعدين يروح خارج